أهلا بحضراتكم ونرجع للدور المنوض بمؤسسة المجتمع المدني ومؤسسة نبض الحياة وهي بتقوم بدورها والدور المستمر الدور المستمر اللي بتعمل فيه على سد احتياجات الأسر الأشد فقرا أو الأشد احتياجا وإحنا كنا فقراء محتاجين لبعض نعم طيب إحنا كمؤسسة نبض الحياة للتدمية المجتمعية دورها الرئيسي أن هي تقوم بأعمال خيرية الأعمال الخيرية دي ما تكونش ارتباطها بفرد معين الأعمال الخيرية دي تكون بتحقق تنمية في المجتمع بحيث أن أنا بخدم بها كأفراد ولكن في نفس الوقت أنا بشير عيب كبير جدا عن الدولة وعن المجتمع من أن أنا أعيل شخص معين بيتبره مثلا شهري لا أنا بشوف هو محتاج إيه كاحتياج أساسي أخفف عنه المعاناة وبالتالي لما بيكون عندي حملة زي حملة تسقيف البيوت حضرتك فاكر لما كان عندنا حملة إغاثة في أسوان حملة إغاثة في أسوان ده شيء حدث أضر بالناس وحدث ظرف مناقي تضرر منه عدد كتير من الأسر فكان لها دور في المكان ده ولكن الناس دي مش في أسوان علشان يبقى في حدث جبار والصحف والقنوات تتناقل هذا الحدث فعشان كده الناس ما بتاخدش بالها منه إحنا بقى مهمتنا أن إحنا ناخد الشيء ده شفت المشهد ده ناخد المشهد ده ونعرضه على السادة الطيبين على أهل الخير وأقول أنا شفت البيت ده حضرتك مسؤوف والله الذي لا إله إلا هو جريد نخل وجزع نخل جزع نخل في وسط البيت كده وجريد نخل وكرتون وعفش والأطفال الجمال يعني البراءة اللي إحنا شايفينها ديت ده همت بيناموا على الأرض ويحام بنقول دايما شيخ أحمد لو كل واحد بدل دوره وده حطيت نفسي مكان اللي قدامي وشفت احتياجاته كانت إيه وأنا هقدر استحمل قد إيه وفقالاتي نفسي لما نرجع للأماكنة الطبيعية نلاقي كل واحد بيجري عشان يساعد التاني ويبقى جنبه ويقول لها سلام ويشعر بالسعادة ويشعر بالراحة هذا صحيح وقدي أنت محتاج للسعادة والراحة كلنا محتاجين للسعادة والراحة والسعادة الحقيقية مع الناس دي السعادة الحقيقية على قد الناس دي وظروفها صعبة قد إيه على قد ما إنا إحنا لما بنشوف الناس دي ونقعد معاها ونتكلم معاها الواحد بيخرج منهم متعلم درس مهم جدا إيه هو؟ درس الرضا أيوة آه والله الناس في ظل الظروف الصعبة دي بتقول الحمد لله وتقول الحمد لله والشكر لله بس إحنا بيعلمون إحنا دروس برده آه والله يعلمون إحنا كلنا عادي نستفيد من بعض كلنا بنتعلم من بعض البداية الخطوات الزي الخطوات الزي اللي بيتفرج على الشاشة دلوقتي والقلوبه ترق وتنفعل لاحسن تنفعله وبعدين تترجم لعمل حقيقي للمساعدة لأن الفترة البيانية ما بين الرؤية وما بين رؤية المشهد وما بين أنه يتعامل سأفة ويتم هذا العمل الخيري ما سأفة صغيرة حضرتك هي النقطة دي مهمة جدا بها لسببين السبب الأولاني أن العامل المناخي مش مساعد على أننا قد للناس مهلة من الوقت وأقول خلاص أنا هشتغل بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة ما ينفعش العامل الثاني والأهم بالنسبة لي أن قلوب الناس بقت متعلقة بحاجة زي كده قبل ما نبقى موجودين مع الناس الناس كانت يعني خلاص يعني الحمد لله وراضي ولكن إحنا لما قلنا له من شاء الله بإذننا إحنا جايين المرة الجاية بس هنيجي علشان نشوف الفرحة على قلوب اللي علوشوشكم والسعادة اللي في قلوبكم الناس بقت مستنية نبض الحياة هتروح إمتى طب نبض الحياة هتروح إزاي هتروح عن طريق الناس الطيبين عن طريق أهل الخير المتبرعين اللي هيتصلوا بالأرقام اللي موجودة على الشاشة وعندنا حتى الرقم الساخن الحمد لله يتفعل تاني 15740 أي حد يتصل بينا في نبض الحياة هيجيله مندوب لغاية المكان اللي هو موجود فيه في أي مكان على مستوى الجمهورية الحمد لله موجودين لنا تواجد ولكن الأهم من كده إن إحنا يبقى عندنا مصرع في عمل الخير إن أنا أبقى عارف إن اللي أنا بعمله ده أنا بزرع النهاردة أنا مش بزرع مسرع النخلة ولا بزرع في مستان لا أنا بزرع في قلوب الناس دي والحصاد عند ربنا سبحانه وتعالى أنا بزرع وبحطه قدامي وببروز كلام ستنا السيدة خديجة لما النبي صلى الله عليه قال لها عن الشاه ما بقي منها قالت له بقي الكتر السيدة عائشة قال بل بقي كلها غير كاتف طب أنا مش قادر النهاردة أعمل سقف الوحدي أنا يعني اللي معايا يعني يجيب حيا النواية بقى شوية حجارة يجيب حضرتك بيقول لنا يجيب يعني على قدي بيقول لنا مثلا الجميل النواية بتسند الزير النواية دي السقف ده هيتكلف له مثلا 20 ألف جنيه طب أنا معايا ألف جنيه أقول لك آه جزاك الله خيرا الألف جنيه ده على ألف تاني على خمسة من أخونا فلان على ألفين من السيدة الكريمة فلان فلانة ده همت هيعملوا لنا سقف هيعملوا لأسرة سقف هيعملوا هيدخلوا حياة على الناس دي أنا بشوف المشهد كل ما شوفه قلبي بيتقطع وبقول للناس والله ده أبسط حاجة يعني ده أحسن حاجة هناك وشتاني الفرق ما بين أنك تشوف المشهد بالشكل ده وتشوف المشهد بعد ما يتم كده وبعد أن رقة القلوب تسعد القلوب لأن السعادة بتسكنها الراحة بتسكنها لأن الراحة تيجي من جراء أن إحنا إيه بنشوف قدي إيه إحنا بقينا جب بعض قدي إيه بنسارع والعملية عايزة مسارعة يعني الوقت يبерт سريعا الوقت بيجري وربنا إنه سبحانه وتعليا هو اللي ندبنا للمسارعة ربنا هو اللي طلب مننا أن أحنا نسارع بس زي ما قلنا أن أحنا نسارع فأعملنا قلنا سارعوا إيه وسارعوا إلى مغفرة طب المغفرة ده هتيجي منين ما هتيجي بالملسارعة في عمل الخير سابقوا إلى مغفرة طب السباق ده ما وفيه مسارعة وفيه سباق أيوة فيه تنفسية حقيقية بس التنفسية النهاردة مش تنفسية على جمع المال لا دي تنفسية حضرتك على جمع الحسنات تنفسية على جمع الحسنات مش تنفسية على جمع المال طيب والله يعني دا ما نقول جمع حسنات جمع ثواب ولكن ما أجمل أن يكون الطموح والطمع في رضا المولى سبحانه وتعالى لا تعبد الله ليعطي ولكن يعبد الله ليرضى فإن رضي أدهشك بعطائه مشكورك شكرا جزيلا شيخ أحمد ممدوح ونلتقي دائما على هذا الخير وشكر الله لكم حسن المتابعة وسرعة الاستجابة إلى اللقاء